فعلياً من أفضل الكتب لزيادة الحصيرة اللغوية هو الكتاب ده اللي هو بارلو إيطاليانا كتاب في منتهى الجمال الكتاب ده أنا اشتريته من حوالي خمس سنين كده بالصدفة لقيته في المكتبة اشتريته والحقيقة إنه هو كتاب رائع للناس اللي عاوزة تزيد من حصرتها اللغوية مش بس جراماتيكا لإن أنت لازم يكون عندك الأساسيات علشان تقدر تفهم الكلمات اللي هنا لإبقى لإن أنا دلوقات لو حفزت الكلمات من غير القواعد يبقى أنا كده ما عملش أي حاجة عني أنت برابريو فإنت لو عندك القواعد اللغوية وإنت وردي درستها درست الارتيكولي البرزنت، البساطو، البوسي السيفي، وجيد حفزت الكلمات اللي هي موجودة هنا هتبقى يعني تسعة يورو تسعين يعني عشرة يورو تقدر تجبوه منين علشان الناس اللي بتسأل تقدر تجبوه من على أمازون تقدر تجبوه من أي مكتبة إيطالية أو ممكن تعمله من خلال الكود ده بتتدول المكتبة كي زي ما احنا شايفين كده بتتدول المكتبة والمكتبة تقدر تعمل عليه أوردر دي أول حاجة فبالتالي الكتاب سعره رخيص النوطات التانية الكتاب بشكله يفتح النفس على المذاكرة نظر انه هو ملون نظر انه هو ملون في صور فبالتالي ما هوش كتاب كيب والحاجات دي لا على الإطلاق زي ما احنا شايفين وعندنا الكتاب مقسم لوحدات عشر وحدات بعشر مواضيع مختلفة لما بقى بنيجي نفتح كده نلاقي جاب لنا كل الكلمات اللي هي ممكن تكون متعلقة بالباسا بورتو زي افيري الباسا بورتو فاليدو افيري الباسا بورتو سكادوتو ليه بقى انا بقول لازم نكون عارفين القواعد اللغوية علشان نقدر ان احنا نصرف فيرب وافيري على حسب لبرسونا كي بارلا الشخص اللي بيتكلم دي نوطا والنوطة التانية كمان ان احنا نصرفه في التامبو اللي احنا عاوزينه هل احنا عاوزين نصرفه في البريزنتة في الباساتو في الفوتورة ايان كما كان دي نوطة النوطة التانية ان فيه كمان محادثات من ديالوجي نقدر ان احنا نستفد بها جايب لنا كمان بعض تصريفات الافعال يجيب لنا الجنسيات زي ما احنا شايفين والبلد ايطاليا ايطاليا اماريكا مريجان بعض التمارين وده مهم جدا علشان نسبة المعلومة كمان يجيب لنا هنا ادوات الاستفهم اللي هي الفورمة انترواتيبة يجيب لنا الالوان ازاي نقدر ان احنا نوصف الشخص هنا مثلا يجيب لنا كل انواع الشغل وفا الكتاب ممتاز جدا 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 زي ما احنا شايفين هنا بردو نجيب لنا التبكرية الحاجات اللي احنا ممكن نعملها فيه التبكرية ان احنا نقدر نجيب الاتشندينو السيجري الكرتولين الاترة كل الكلام ده فالحقيقة ان الكتاب ممتاز للشخص اللي عاوز يزيد من حاصلته اللغوية الدار الناشري اللي هي هي عملت الكتاب كومي سيديتش اللي كان فيه 17 محادثة تقدروا تستخدموها في حياتكم اليومية فاي حد بيدرس اللغة الايطالية لسه المستوى بتاعه مستوى مبتدئين او نوعدوا انصحوا بالكتاب بتاع بارلو ايطاليانو مع الكتاب كومي سيديتش مع الكتب اللي انا اتكلمت عنها مسبقا اللي هي بارلو ايطاليانو بارلو ايطاليانو بارلو ايطاليانو الكتب منتازة انتو علشان تتعلموا اللغة محتاجين اساس اساسكو ده هتخدمين من الكتب مش هتقدر تتعلم الاساس من الشارع لازم يكون عندك الاساس اللي موجود جوه كل كتاب لغة لازم يكون عندك مرجع ترجع له من غير المرجع ده انت هتكون بالظبط زي اللي بيدخل البحر وما بيعرفش يعوم ما عندوش الادوات علشان يتعلم او علشان يقدر ان هو يعوم العلم موجود في الكتب الكتب هي يعني نقدر نقول شيء غلاص قيمته غير محدودة فعلشان تتعلم خليك شخص منظم ممنهج دقوب وهتوصل لهدفك طول ما انت بتتعب كل سنواتو طيبين كمان بمناسبة رمضان جاوا دوتي